قال حدثنا سفيان بن عوينة عن اسمعيل بن أمية عن مولا لهم يقال له مزاحم بن أبي مزاحمين عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن رجل منهم من خزاعة يقال له مخرش أو محرش لم يكن سفيان يقيم على أسمه وربما قال محرس ولم أسمعه أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلة فاعتمر ثم رجع وأصبح بها كبائت فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة